موسيقى أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام بالخير والمحبة وهنا أطلع عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت حلقة اليوم حلقة مختلفة بأحداثها بمتابعاتها أمور كثيرة نتطرق بها من خلال ساعة تلفزيونية كثير من الأمور ما يحدث بالشأن الرياضي واليوم اختارنا أن تكون الحلقة مختلفة من خلال الضيوف المتواجدين ويانا والمحاور اللي رح نتطرق بها دائما ما نسمع أنه أكثر من هيئة إدارية بنادي دائما ما نسمع أنه بعض المشاكل أنه أكو هيئة مؤقتة انتخابات اللجنة الأولمبية ممكن تبعث شخص ولم تصادق اللجنة الأولمبية تصادق وبعدين تلغي الكتاب كثير من هاي الأمور ولدت مشاكل بالأنديا بنفس الوقت نناقش اليوم احنا داعمين أنه يكون دوري محترفين نكون مثل دول العالم نكون مثل دول الخليج بالعكس لكن نتحدث بالعقل ونتكلم ما أنه ممكن نعمل به ما ممكن إحنا اليوم نجي ونقول رح نعمل كيت وكيت وإحنا خطوة واحدة ما نقدر نتقدم اليوم العمل يحتاج لدراسة يحتاج لأموال يحتاج لأشخاص تتكاتف وليس تقاطعات كثير من هاي الأمور اليوم رأي نتحدث بيها بالبداية أرحب بالخبير الكروي والدكتور المحترم أرحب بالمحامي والمختص بالشؤون الرياضي الأستاذ الحسن ماجد حياك الله وأهلا وسهلا بيك تحياتي إليك بداية من أستاذ كاظم أستاذ كاظم شاهدت بالأونة الأخيرة أخبار كثيرة على الذهاب لدور المحترفين أنت اليوم محاضر آسيوي وأكيد تتمنى أن نكون بدور المحترفين هل اليوم الرياضة العراقية قادرة على أن نكون دوري محترفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد خوض الدوري المحترفين يعني هذا حلم نقول حلم وكل الرياضي يتمنون أنه إحنا نكون عندنا دوري محترفين حال نحال الدول لأن حتى المشاركات صارت أنه بشروط أنه عندك دوري محترفين حتى تشارك بطولات الانديل آسيوية هاي مهمة كل هاي الدول الجوار اللي هنا خطوات ممتازة ونجحت احنا على الطول نقول أكو متطلبات مهمة هي اللي يتنجح والقيام بهذا الدوري المهم يعني كثير متطلبات منها وجود منشآت كبيرة وجود شركة داعمة وجود لجنة لنقابة لدوري تدير هذا الرابط لدوري المحترفين يجب أن تكون الانديا على درجة عالية من التقدم احنا شوف احنا انديتنا أكثرها يعني انديا تعبانة يراد دعم والشيء المهم جدا هاي كلها ما تنجح اذا ما كان الدولة تدعم دعم كبير احنا كل الدول اللي بتجوار نجحوا الدولة نجحت دوريهم وشاركوا بالدوري المحترفين بالدعم والأموال بالأموال والدعم وبعديا يعني اعطتهم تدريجيا يعني اعطتهم يعني مبالغ حتى يفتحون مولات يفتحون فنادق وتدريجيا هذا الاستثمار هو رح يتحول لهم يعني بالتأكيد دكتور يعني انت اليوم مستثمر تجي يعني عدي ملعب اذا ملعبي ما بي لا فندق لا مكان ترفيهي لا مسبح لا قاعة لا كافترية لا قاعة مناسبات على شل رح يستثمر أستاذ نبيل انا اقول لك يعني اكون مقارنة احنا بالتأكيد اكون اكون رح تجي لجنة آسيوية تقيم هاي الحالة اذا مشت مثل ما التراخيص يمكن هاي زينا يمكن احنا نسوي دور المحترفين ونمشي وتوكل على الله مثل التراخيص ايضا صارت لكن اكثرها تزق ومشت لكن اذا كانت المحترفين من المسلم ما ممكن ان يصير العشون مكان اقول لك العشون هم رح يجون يعني انا اقول السيد رئيس الوزراء هل عنده امكانية كبيرة انه يدعم الاندية يعطيه مبالغ كبيرة حتى تهتم اول شي بانديتها منشآتها بالمحترفين اللي يجون هنا بالشهادات التدريبية هاي كلها كلها مهمة حتى تنجح العمل يجب ان تكون النادي يكون على درجة من التطور كل الاشياء اللوجستية الاشياء المادية حتى المنظومة الادارية الكترونية كل العالم يعمل على هذا حتى يكون هنا بالاضافة لذلك احنا نشوف هذا الدوري يعني لحد الان احنا يعني مفروض انه اكون دراسة اكون دراسة خاصة اول شي بين الاندية او بين لجنة مجلس الوزراء حتى يفتهمون الحالة شنو الدعم شنو هنا وكذلك عدنا المؤسسات يعني مثلا هذه القوات الجوية الشرطة هاي كلها مؤسسات تدعم فلوس هل ينقطع الدعم مننا حتى الاسماء ممكن ما ممكن تشارك بدور المحترفين باسم القوة الجوية والشرطة هاي كلها لازم تعتبر مؤسسات عسكرية كلها تتحول الى شركات شركة الطيران الشرطة شركة القيطار الخضراء على سبيل المثال ويكون بها دعم يمكن انه دعم المؤسسات يكون موقت الى ان يعني ترفع منهم يكون الدعم من الدولة ودعم من المؤسسة الى ان يوصلون القرار اعتقد يعني صعب انه اذا صارتها ونجحت وصار كل الدعم يمكن انه نبتدي بثمان اندية ممكن الاندية الزينة اللي نشوف اطلع كشف عليها ونشوف انه ملاعبها زينة تتطور تصلح يعني اكون اندية كرخ وشمنادي واربيل وبعض المحافظة يمكن اذول حتى الملاعب الجديدة اليوم الحبيبية والزوراء فعلا هاي يستثمروها بس يبقى يحتاج لها افافات الباصرة يبقى استاذ نبيل الاندية اندية تكون احترافية يعني مدربين مع الشباب على درجة عالية الفئات العمرية وعدها دورة راح يصير بها خاص لكن لا تنسى إلا شهادة لبرو انت محاضر لبرو لبرو إلا يلا يكون المساعد أي وحتى حراس المرمى اليوم كم مدرب عندك برو والله هم اكتر من 30-40 لكن اكترهم معاملين كثير اخذوا شهادات ومعاملين كثير منهم فذلك يعني فترة طويلة فأيضا هذا لازم أيضا يلقى لحل فإذن هاي كل هالقرارات للصب هي مصلحة انه يكون موعة شوية ضرورة انه دراسات كثيرة وخصوصا احنا هذا الدوري شوال راح يكون اذا هذا الدوري شطرت منه هاي الفرق الدوري البقية شي يكون دوري ثانوي دوري ما بي تلفزيون ما بي نقل هنا نقل هاي راح اصير شوية اشكالات بعض الاندية يمكن احنا اذا نعلم منها يمكن بعض الاندية يقول لك هاي ما اكون نزول راح يصير والدوري يرخي هذا الدوري فضروري اكون حلول اكون اجتماعات مستمرة ما يعلمون اذا ما يكملون كل المستلزمات حتى ما يفشل ممقدما انه يراد له يراد له دعم يراد له الكل الشارك به لان احنا نتمنى انه يكون حال نحال العالم عدنا دوري ممتاز واداراتي شوية تتطور وادارات الاندية يراد لها ايضا حلول ضلول انه مو كل الاندية انه اداراتها معدودة اصدقاء اقرباء لاعبين اتحدث ايه هاي الفروض انه يطعموها بنجوم باكاديميين بناشع لهم فلوس تدفع يعني تمام يوسعوها كابتن استاد الحسن اليوم انت بختص بالشأن الرياضي احنا نريد نطور كرة القدم وموجودة هاي المشاكل انت اليوم كمحامي كيف نتحامل مع هاي المشاكل وشنو اسبابها بالرياضة منو يتحملها الحقيقة بالقانون الرياضي قانون هرم يعني قانون الاندية الرياضية كمثال بسنة 1986 وتعدل بسنة 1988 التعديل منح اللجنة الاولمبية صلاحيات واسعة لان احنا نعرف انه اللجنة الاولمبية كانت تتمثل الجهة الحاكمة سابقا فانطهر كل الصلاحيات وهذا ما يجوز الاندية تتمتع بشخصية معنوية يجب ان يكون القانون يتعامل يهكا هي شخصية معنوية ما المفروض انه تكون الصلاحيات محصورة بيد اللجنة الاولمبية حصرا هذا بسابق حاليا الكابتر را عدا يتعامل على انه ماسك العصر من الوسط ما يريد يميل لأي طرف وما يريد يتمتع بالصلاحيات اللي كانت سابقا موجودة اتغير هو القانون؟ القانون ما اتغير زين لعديش يعني هو مو صلاحيات اللجنة الاولمبية استاد الحسن انه هي من اتحل هيئة ادارية وهي من تشكل اللجنة مؤقتة وهي صح؟ هذا بعد التعديل قبل التعديل كانت صلاحية الجمعية العمومية او الهيئة العامة للنادي انه يحل الهيئة الادارية ويسوي اجتماع استثنائي ويختار هيئة ادارية مؤقتة من ضمن اعضاء النادي هذا بالقانون 86 بعد التعديل اصبحت هاي صلاحية للجنة الاولمبية والتعيين اجه مطلق ما اجه من اعضاء الهيئة الادارية للنادي حصرا سابقا كان من اعضاء الهيئة الادارية بعد التعديل أصبح مطلق التعيين يعني من صلاحية اللجنة الأولمبية يتعين حتى من خارج أعضاء الهيئة الإدارية للنادي أو الأعضاء الجمعية العامة أو الشكل هيئة مؤقتة من الشكل هيئة مؤقتة زين ليش ما تعترف بالانتخابات بعض الفترات أو بعض الأندية تقيب انتخابات اللجنة الأولمبية تخليها بخانة الوزارة ووزارة الشباب تخليها بخانة اللجنة الأولمبية هاي كيف يكون التعامل ومقل من الأصح بالحقيقة موضوع الانتخابات هو موضوع قانوني بحت من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه هو القانون القانون يقول أنه الانتخابات تجري وفق اعتبارات معينة لكن موضوع المصادقة بين اللجنة الأولمبية وبين وزارة الشباب والرياضة هذه بدعة لا يوجد شيء بالقانون ينص على أنهم يكونون متحكمين بموضوع الانتخابات فقط الإشراف القانون منح اللجنة الأولمبية حق الإشراف حصرا موضوع المصادقة هذا موضوع ما يتداول بين الوسط الرياضي لكن بالحقيقة ما لأي سنة قانوني بس قابت الله تقدر الشارك بفريق؟ لا يعني مثل ما صار مع نادي الميناء ما يحدث مع نادي الإسكان هي إدارية تم انتخابها راحوا للوزارة الشباب والرياضة نطوهم كتاب جوي للجنة الأولمبية ما صادقوا على الكتاب بينما دزة وممثل النجنة الأولمبية زين أنت كيف تبحث ممثل وما صادق على انتخابات شنو الغاية من تواجد إذا فقط إشراف منو المسؤول على المصادقة؟ المصادقة ما لها ناس قانوني نهائيا يعني حتى ما هو المصادقة اليوم انتخاباتي أنا كنادي اليوم إجريت انتخابات منو يصادق عليها؟ خلاص إجريت انتخابات وهاي هي أروح أنا منو المسؤول؟ بالفترة السابقة تشكلت محكمة المنازعات الرياضية كانت مختصة بهذا الشيء واللغة للأسف اللغة المحكمة المنازعات الرياضية كانت حالة هواي من هاي المشاكل تمام بالفترة اللاحقة هسنا في حالة فراغ لأن احنا في طور تشكيل مركز تسوية وتحكيم باللجنة الأولمبية هاي الخلافات تروح ألي هو اللي يكون فيصل في هذا الموضوع أنه هذه الانتخابات صحيحة أو غير صحيحة لكن حاليا احنا في فترة فراغ ما بين حل المنازعات الرياضية وما بين تشكيل مركز التسوية والتحكيم لكن حتى الأمور اللي ذكرتها جنابك الموضوع المصادقة اللي صدر لبعض الأمدية ما صدر بعنوان مصادقة بعنوان تهنئة ومباركة لأن من تجي للقانون ما لللجنة الأولمبية ما عدها صلاحية أنه صادق على الانتخابات صلاحية منه؟ ماكو صلاحية لأي جهة لذلك القانون يحتاج تطوير احنا ذكرنا أنه القانون هرم قانون قديم قانون الاندي الرياضية قانون قديم لابد أن يتطور سابقاً كان ما يحتاج قانون كان يحتاج كلمة من اللجنة الأولمبية حتى ما يحتاج كتاب رسمي حتى تحل هي إدارية وتشكل هي إدارية جديدة اليوم إحنا دولة مؤسسات المفروض المفروض أنه تكون هذا الموضوع محدد وفق إطار قانوني صريح يدن حجهة معينة يقولها أنت إليك حق الصادقين على الانتخابات إليك حق تشريفين على الانتخابات ما المفروض يكون أنه الموضوع مطلق لأي جهة؟ تمام كابتن اليوم مثل القوة الجوية نادي بحجم القوة الجوية ما تعرف منه الهيئة الإدارية الحقيقية هاي طام ما كبرى إحنا اليوم نبحث عن دوري محترفين نبحث عن استقرار ما تعرف وزارة الشباب والرياضة معنية بهذا الأمر اللجنة الأولمبية كدكتور وكمحاضر المامك بهذا الموضوع شون نحل هاي مشاكل الإدارتين وغيرها؟ هاي مشكلة يعني القوة الجوية والميناء مروا بهذه المرحلة ومن الاندية الجماهيرية ومن عكسة على حتى نتاعجه على الأداء يعني القوة الجوية واللعبون المدرب ما يعرفش منه الإدارة إدارة جديدة راح تدير المشكلة هاي مبروض أنه يكون قانون يحد من هاي أما تعتمد على الأجهر أولمبية يعني هاي التشكالات الدصير مرة الأولمبية الصادق ومرة وزارة الشباب ومرة يعيدوا زين كابتا قبل شون كانت صراحة يعني هو تحدث الأستاذ قبل كانت محدودة بشخص واحد هو بأمر ماكو هاي الانشقاقات للصير النظام السابق يعني كانت من يقدر يعني هذا القرار واحد من اللجنة أولمبية وكلها تمشي عليه ولكن نزل شوية شون كان القرار قبل يعني هي اللجنة الأولمبية المعنية دكتور اللجنة أولمبية لو وزارة الشباب والرياضة لا اللجنة أولمبية يعني كان لها دور يعني كبير يعني خصوصا يعني كانت تفرض قوانين أنه تطبق لأن دية كلها تطبق عليها ما يتلعبون ما يصير يعني هناك مرات هسا تصير يعني ارتجال أو سند واحد سند اللاخ هاي المشكلة لازم يصير قرار أنه تتخذ به جلسك شبيرة وينتبخون أنه هل من القرار الأول زين اليوم حدنا قوانين له غابة القوانين دكتور والله القوانين يعني له ضعيفة 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 القوانين ضعيفة ضعيفة القوانين يعني هي أنا حتى يعني تذكر كنا باللجنة أنه بزمن عبطان تذكر أنه نعيد سياغة قوانين الأندية يعني يعني حتى أخوة يسننادي على هذا الموضوع ليش وصل إلى درجة يعني احنا كان لجنة يمكن 8 شهر احنا كانت اجتماعاتنا صح وبعدين وصلنا إلى قرارات أنه الهيئات العامة تتغير يبعفولها ناس خبرة ورئيس النادي ما يصير أكثر من دورتين يعني لكنه ما دل وصلت للبرلمان وصار فيها تلاعب أو شالها تمام كابتل أريد تتحدث لي ما يحدث في نادي الإسكان أنت اليوم المحامي لهذا النادي صار أكثر من سنتيا كثير من المشاكل نسمع عن هذا النادي نادي بحجم نادي الإسكان كيف تمظر له ومنه الإدارة الأصح الحالية أم السابقة وشنو اللي يحدث بهذا النادي بالحقيقة مشكلة نادي الإسكان هي مشكلة عامة بأغلب الأندية موجودة هي تصارع الهيئات الإدارية على إدارة النادي بالنسبة لنادي الإسكان تحديدا مشكلة جدا واضحة وسهلة يعني هيئة إدارية عمرها أربع سنوات وفق القانون مثل ما قال القانون أنها عمرها أربع سنوات حسب المادة عشرة ثانية تشكلت دعش سبعة 2018 ينتهي عمرها دعش سبعة 2022 الهيئة الإدارية السابقة رئيسة كسب قرار رئيس الهيئة الإدارية السابقة السابقة كسب قرار منع معارضة وتسليم إدارة النادي بالسنة 2021 لكن متمسك بالقرار القضائي اللي هو منع معارضة وتسليم إدارة النادي اللي هو منع معارضة وتسليم إدارة النادي القرار القضائي انتهى عمره الحقيقي القانوني انتهت قوته القانونية يوم دعش سبعة 2022 بانتهاء الأربع سنوات باعتبار أنه المدد القانونية من النظام العام لا يجوز مخالفتها فما ممكن أنه القرار للقضاء يكون مطلق طول الحياة صح يكون ميراث هذا النادي فانتهت الدورة الانتخابية السابقة لابد أن تكون دورة انتخابية جديدة صار الدورة انتخابية يوم 3-9-2022 واتمخذ عنها فوز هيئة إدارية جديدة للنادي والهيئة الإدارية الجديدة للنادي قدمت استقالاتها فحسب قانون الأندية لمن يختل النصاب مادة 14 تفرض على اللجنة الأولمبية أن تدخل بهذا الموضوع بالتنبيه أو الأنذار أو الحل اللجنة الأولمبية دخلت وأخذت دورها وحلت الهيئة الإدارية في نادي الإسكان وعينت هيئة إدارية جديدة مؤقتة لإدارة الشؤون النادي خلال مدة ثلاثة أشهر لغرض إجراء الانتخابات المشاكل التي تحدث بسبب التداخلات يعني اليوم وزارة الشباب ورياضة قراراتها متأرجحة هي ما عندها أي صلاحية على الأندية الرياضية وزارة الشباب ورياضي لا أخنا تقول لك يعني مثل ما تبطي مال؟ فقط الإشراف من الجانب الفني أما الجانب الإداري هي ما لها علاقة نهائيا الجانب الفني ممكن أنه تشرف حسب المادة أربعة من قانونها فوزارة الشباب ورياضة قراراتها سببت هواي مشاكل لهواي من الأندية من ضمنها نادي الإسكان يعني زودت عند إجراء الانتخابات في ثلاثة تسعة زودت الهيئة أو اللجنة التي قامت في إجراء الانتخابات زودتها بكتاب يضمن أسماء الهيئة العامة يوم واحدة تلاثين ثمانية ساعة بثمعش ساعة بثلاثة ألغت الكتاب وزودت الوزارة ممكن مخرجنا تعرض لنا الصور والكتب حتى نتحدث عنها نعم رح نأخذ من وقت الدكتور هذا موضوع جدا مهم وزودت وزارة العمار والإسكان بكتاب ثاني ساعة بثلاثة لن لي الكتب اين اي هذا الكتاب اين هنا رح يطلع انتباعا واحدة بعد الأخر ولغت الكتاب هذا ساعة بثلاثة الظهر وزودت كتاب ثاني للوزارة العمار والإسكان قالت لهم ذاك الكتاب ورد سهوا مية وأربعة عشر اسم ورد سهوا وردت كله وزودت بكتاب ثاني قالت هذه هي العامة المعتندة من قبلنا اللي هما واحدة تسعين اسم مختلفين اختلاف تام عن المية وأربعة عشر اسم تمام رجعت مرة ثالثة انا عدي معلومة حتى اكو تلاعب بالاسماء بأحد القوائم اللي راح ذاهبه لوزارة الشباب بالرياضة اكو اسماء شاخطين عليها حتى بالأحمر تمام هذا الموضوع متداول كثيرا لكن هذا الموضوع يم القضاء حاليا يم القضاء يم القضاء حاليا هو اللي دي يحقق به هو اللي راح ينطي قراره به اها يعني ممكن تكون تزوير كل شيء عارضه بس الكلمة الفيصل تكون للقضاء للقضاء للأول والأخير تكون للقضاء نعم فزودت كتاب ثالث وزارة الشباب والرياضة لغت الكتابين واعتمدت هاي عامة جديدة فهذه التداخل والتضارب سبب هواية أرباك وهواية مشاكل يعني كان تدخل الكابتن عدنان درجال وقتنا من كان وزير هو اللي يحل هذه المسألة تمام يعني احنا ما معقول اليوم ابسط المشاكل ابسط الأمور لازم يتدخل بها وزير يا الله يحلها الكادر الموجود بالوزارة شنو دورها من مدرع عامين يعني كتب تصدر التوقيع مدرع عامين لدوار كل ساعة يتغير الكتاب يتغير بالكتب هاي بالوزارة السابقة حتى نكون منصفين بالوزارة السابقة نعم انحل هذا الاشكال بصراحة كانت الكلمة الفيصل للكابتن رعد حمودي لأنه صارت الاشكالات لا تحتمل تمام فلابد انه يكون تدخل لهذا الموضوع تحديدا وشكل هيئة مؤقتة شكل هيئة مؤقتة الادارة السابقة محترضة على الهيئة الادارية المؤقتة ليش حتى نختصر هذا الموضوع نروح للدكتور والله هي بصراحة من حقهم يعترضون لكن القرار موافق للقانون 100% المادة 14 واضحة وصريحة التعيين اجا مطلق والمطلق يجري على اطلاقه لا يجوز تقييده لما انطل حق لللجنة الاولمبية انه الشكل هيئة ادارية مؤقتة انطهى الحق مطلق ما يجوز احنا نقيم من ضمن الهيئة العامة او من ضمن الهيئة العامة او من ضمن الوزارة او من خارج الوزارة هذا حق لللجنة الاولمبية هي القرار اللي يشوف وبعدين هي عمر الهيئة الادارية المؤقتة ثلاثة شهر وجودها هو لتنظيم الانتخابات انتخابات القادمة 90 يوم فهي مجرد اعترفت اللجنة الاولمبية بالأسماء الهيئة المؤقتة هي شكلتها هي شكلتها طبعا هي اختارت الأسماء متى ستكون الانتخابات؟ بالمناسب الاسماء اللي اختارتها من ضمن الأعضاء الهيئة العامة تمام متى ستكون الانتخابات؟ لمن يستلمون عمر الهيئة الادارية المؤقتة 3 شهر من تاريخ صدوري الكتاب ولحد الآن لم نستلم أكون معارضة على استلام الإدارة للنادي من يستلمون الإدارة مع النادي؟ ممكن يجروها بشهر ممكن يجروها بشهرين dieses الموضوع يتعلق بالوزارة العمار والإسكان وزارة العمار والإسكان زين الوزارة الوزارة مع الإدارة السابقة ومع الإدارة الحالية بصراحة الوزارة مع القانون بما أن القانون أخذ دوره صدرك أمر إداري من اللجنة الأولمبية بعد انحسم الموضوع. يعني المفروض يسلم النادي إلى الهيئة الإدارية الجديدة المؤقتة حتى تجري انتخابات يعني قدر بقول أن الهيئة الإدارية السابقة خلاص انتهت. هي حكما انتهية بحكم القانون. يعني ما كان يحتاج قرار أصلا. بس بسبب الإشكالات التي صارت. تمام. أعتقد اللجنة الأولمبية عرفت الحقيقة. وين ولهذا راحت في اتجاه الهيئة المؤقتة دكتور. بصراحة بالنهاية القانون بيد اللجنة الأولمبية. صحيح. يعني من خلال الأولمبية. يعني حتى أنه أفت أسمع إنه وصل كتاب أمر ولائي على اللجنة الأولمبية هي اللي تنفذ. يعني من القضاء يعني لا القضاء يدخل. لا وزارة الشباب والرياضة. لا. أي شخص. ليش اللجنة الأولمبية ما من البداية. وهي اللي تصرف وتقطع quina الاشكالات. مفروض اللجنة الأولمبية تأخذ دورهاي. يعني من شنو يعني مثل من شنو خايفة اللجنة الأولمبية برأيك. ما أعرف نائمة اللجنة الأولمبية يعني نشوفها لا نشاطها لا يعني أكو هبوط مستوى اللجنة الأولمبية يعني قبل كانت أخوة كانت أفضل تفرض قوانين لكن هسه وما يفيدي الكلام قد ما نتحدث قد ما نقول وكأنما هباء في شبك صحيح مفروض هي القرارات إلها خصوصا الأندية واستقرارها وانتخاباتها وعدهم ألمام وعدهم وكلاي ومتابعين وعدهم مستشارين بهالمجال يعرفون مفروض يعرفون بكل نادي شكوا من محتويات من اللاعبين من إداريين من قوانين دكتور اليوم من نصير مشكلة بالاتحاد يروح للاتحاد الدولي يشتكي صح؟ نعم مثل من أكو خارق أكو مشاكل نادي ينظلهم مو يروح كابتن عدنان مو راحة بمشكلة اللجنة الأولمبية ما حد يقدر يشتكي ويروح يقولهم يا با ترى احنا مدى نعرف الحقيقة هاي اللجنة الأولمبية مجا يتعمل بجد معانا لا هي اللي نعطيتنا الطريق الصحيحة نمشي بي ولا هي اللي قال انه يا با ترى ما ليدخل موضوع مو يمي فما ممكن يروح للجنة الأولمبية الدولية نشتكي بهاي التفاصيل والله هاي المشكلة ترى يعني بس عدنا بس بالعراق يعني احنا شفنا دنباء إعلام ونشوف كل الدول ماكو يش تداخلات وماكو يش احتجاجات وماكو توصل لمحكمة الكاس ومحكمة الكاس عمينة مستفادة من الفلوس طبعا اللي تكسبها وبعدين تطي قرار يعني صحيح لو مو صحيح لو نافذ لو مو نافذ وتعرف يعني هاي القرارات مفروض اكو اكو محكمة عراقية يعني تحتم بالرياضيين وهي اللي اجراءاتها ارتباطها بالقضاء حتى تأخذ كل الانديا ليش محتمت الكاس وليش احنا نشر بملابسنا خارج العراق خارج شرغسين ممكن احنا تكون عندنا لو عندنا لجنة أخلاقيات هذا السؤال الاتنينكم ممكن ما نحتاج للذهاب لهذه المحاكم هو ضروري وليش ما عندنا لجنة أخلاقيات ما اعرف كانت وبعدين انغلقت ما اعرف ممكن ممكن لحسن استاذنا بالنسبة لجنة الأخلاقيات مو صحيح ضروري تكون موجودة وعا تكون موجودة ان شاء الله هي من ضمن مركز التسوي والتحكيم لجنة الأخلاقيات لكن احنا قلنا انه هذا في طور التشكيل ما زال في طور التشكيل حاليا احنا في فراغ لحد ما يشكل مركز التسوي والتحكيم راح تكون من ضمن اللجان واحدة ان اللجان هي لجنة الأخلاقيات اللي هي راح تكون فيصل في هذه الخلافات وهذه المشاكل ايضا وقراراتها واحدة هي تصدر بالنسبة لي يعني تصدر القرار النهاي من مركز التسوي والتحكيم الطعن بقرار مركز التسوي والتحكيم راح نلتج إلى محكمة الكاسبي اها هم راح تلجعون باعتبار انه احنا ملزمين نعمل ضمن المواثيق الدولية واللوائح الدولية الرياضية بس حسب معلوماتي عندي انه ادارة مو ادارة وزارة الاسكان والاعمارة والاعمار والاسكان انه جدا رافضة الادارة السابقة وليس الادارة الحالية ما تقدر الوزارة اليوم تبعد هذه الادارة خلاص بعد لان هي اللي تمويل وهي الراعية وهي الدعمة وهي صاحبة الارض معقولة ما تقدر لشخص او لمجموعة اشخاص يا استاد بالحقيقة استاد ان هذا الموضوع هو زوبعة في فنجان يعني هو اول وثالي ينحل ويخلص ينتهي موضوع نهاية زوبعة صار لها سنة ونص يا استاد الحسن سنة ونص هذه صارها فعلا كمدة لكن هو محد اتجاه الحلها حاليا بدت الحلول حاليا في هذه الفترة بدت الحلول الجدية من موقف الوزارة من موقف اللجنة الاولمبية لانه الموضوع اخذ اكبر من حاجة اوكي وين موقف وزارة الاسكان موقف وزارة الاسكان ذكرت لك انه هي الوزارة مع القانون وباعتبار ان هذا الموضوع مختصة بلجنة اللجنة الاولمبية العراقية فتركت الحل على اللجنة الاولمبية العراقية والقرار اللي صدر اللجنة الاولمبية العراقية راح تلتزم بوزارة العمار والاسكان زين الصرف هاي الفترة الدعم كيف من الوزارة مستمر بالحقيقة هو ماكو صرف يعني الوزارة ده تدعم بكل طاقتها لكن طاقتها محدودة اليوم احنا ملزمين بالصرف عن طريق ابواب معينة حسب قانون الموازنة العامة ماكو اي تخصيص للنادي لكن الوزارة ادرجت تخصيص للنادي في الموازنة القادمة ان شاء الله اذا اجل تخصيص للنادي ذاك الوقت راح يكون النادي عدى اموال وممكن يصرف لكن حاليا عايش على وزارة العمار والاسكان على ما تقدر انه تقدم وزارة العمار والاسكان وفق القانون تمام شو يخلص تغل تواجدك اليوم هاي الاندي بالاخص درجة الاولى والثانية دوري مظلوم يخرج لاعبين يخرج مدربين حتى قمنا نشاهد مدربين على اسماء تتواجد بهاي الدوريات اليوم اختيار الشباب والذهاب باتجاه الشباب واهمال المدرب الخبرة كيف تنظر لكابتن والله يعني هاي مشكلة مشكلة يعني ثارتها كثير من قسم اعلامين ثاروها وقسم ادارات وقسم جتي يعني انا قلت مثل المودة جتي مدربين الشباب مفروض يقودون احنا بكل العالم انه مدرب من يحتزل رح يتدرج بالتدريبات فات عمرية ويصعد صح لانه هو المدرب من يصعد ويطوره هو خبرات النجاح والفشل هي اللي تقومه وتصلحه انه عندما نيجي يستلم فريق رأسا دوره متاز ويفشل يمكن بعد ينتهي كيحترق احنا نقول لكنه من اكو مرات اكو مواهب اكو مواهب شاب صح احنا من مو كل الشباب يعني على اول تدريب انا اعتبر المدربة هي موهبة مو اي مدربي يعني اي واحد يصير مدرب لو عظم لاعب يمكن ما ينجح صح لكنه الفرص اللي اكثرها يعني سببها كان بالبداية العقود الغالي العقود العالية العقود العالية اللي كانت يعني اللي نفذت في رتبة يعني مدربين على على عقود كبيرة 200 مليون 300 مليون وهاي ما موجودة يعني بالاندي احنا هاي القفزة لو بانين ما لعب أحسل لنا اي فعلا صح فعلا اكو اندي يعني ما بيها حتى حمامات يسبحون بها اللعبين وهي لي جورنال لدور المحترفين يعني خصم محافظات حتى ما عدنا اليوم لعب سوبر دكتور لا المواهب ايضا حتى ما عدنا لعب المواهب قلت كمثل وقتكم تذري ليش وليس حسين ونسعد قيس وحبيب نحنا شوفها نقول على طول سب أهم مسببات تطور الكرة العراقية هي الأندية صح الأندية من تهتم باللاعبين الصغار واتطورهم وتخلق هي تخلق لاعبين لكن هاي مهملة المدربين المدرب يجي هو على حسابه وهو يشتري الكرات وهو يصرف أكثر الأندية صح مهملة ماكو بس باقتصاص بالمحترفين اللي هم يعني أقول لك بس لون يعني ذاك من ذاك المدربين كل نادي المحترفين ضعفوا بالدوري العراقي لا أبد ما ضعفوه أكو بعض الأسماء اللي جدتي وثبتت وجود يمكن قام بتستقطبها لأندية جماهيرية تمام مثل داود وعبو بكر عبدالقادر وعبو بكر أذول بالشرطة بعض المواهس هذول الأهل السوريين هذول أطول يعني أضافة نوعية فلذلك هاي هسه بالأونة الأخيرة صحيح مجددش الفترة عبد ممكن زاهر ميداني حسين الجويت كان شوية فعالين وكولي لعبون أمر قربين من التواجد صحيح ممكن دوري لكن دوري بحجم العراقي الدوري العراقي ما شاهد إجاك محترف على مستوى حالي لا لا ماكو لش أقول لك يعني دوري المحترفين يحتاج نوعية يعني لاعبين سوبر حتى يطورون الدوري شوف السعودي المملكة العربية السعودي وعض الفرق دي يجيبون محترفين على المستويات لذلك استقطبت جماهير كثيرة والوارد قام تشوف دوري السعودي كل الأندية كانت ثلاثة أندي أربعة معرأس كل الأندية ملاعبها يعني تشوف مليانة وهاي يجيب وارد المن حتى تشتري اللاعبين حتى تديم تديم الاحتراب فمثل ما نرجع على الأندية هو فعلا كثير من المدربين يعني خاصة عراق على الدوري الممتاز قسم قام يحاولون على دوري الدرجة الأولى يعني نشوف هكو مدربين محترمين يعني باسم قاسم حمزة دعود لجوا إلى إلى إثبات دوري الدرجة الأولى إثبات وجود يعني لدي التحارك يعني حتى والله يوم أمس أفكر أن الكابتن باسم قاسم مدرب منتخبات محقق إنجاز معاندية جماهيرية إلى اسمه من راح وعمر راد يثبت للعالم أن المدرب بأي مكان يعمل استاذ حتى يعني أنا باسم قاسم بالوقت الحالي المدرب المظلوم مو بس هو كثير من مدربين أكو مثل حتى حكيم شاكر يعني 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 ما نجح لأنه ضغوطات بدأت تزداد ضغوطات الفيسبوك يعني يأكي قروبات قامت سقط بالمدرب المحلي يعني هنه شون يجينا مدرب مصري يمكن بالمصر ما يدرب يجي هنا يدرب ويأخذ فلوس قيامه أستكل والسوريين ومصريين صح يعني ليش المدرب المحلي مفروض وستمند دافع عن المدرب المحلي هج ما صير عليك الثاني لو أقول لدرب واني ترى المناسب يعني مو دعايا نفسي يعني أنا أحسن مدرب أحسن مدرب خبرتي وأوروبا وهذا والمدرب محاضر عاسيوي محاضر كلها عندي واسأل أي دورة تدريبية اسأل أي تحاد فرعي شنو الدكتور كاظم ربعي يطيق تفاصيل ويقول لك هذا أحسن مدرب ليش ابتعد الاختيار عنكم وبصراحة مو هي صارت السمسرة السمسرة بدرجة الأساس ما تسمسرون لا هم يقول لك هذا أكاديمي هذا لا يطينا ولا يوزع وأنا كثير حتى قدموا لي الطالبات أنه الطينا 20 مليون تستلب أحسن نادي 20 مليون والله تعرف تحصل عقد 400 مليون اللي ما عنده شغل بس إحنا الحمد لله يعني إحنا مكتبين ذاتيا يعني مو تقول إحنا عايزين بس اللي أكو بعض المدربين تحزب داخلك هاي التصرفات وين أنه تعال الطيني 20 مليون دا لا ما نخبل هاي لأنه هذا اللي يطيك هو رح يفضحك يقول لك هذا شوفه مدربنا شون ذا يأخذ رشو أكو مدربين نطاب أكو كثير 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 ومو بس هل هذا حتى الأقطاب الأندية الجماهيرية أكو ناس يعني متنفذين يعني هم يجيبون هذا المدرب صوته ولا يجيبوا فلانه ولا جاب غير واحد يمكن لعبتين يقوم يسبون بيه ويهزموه يعني فهذا الواقع المؤلم اللي عندنا يعني وللمدرب المدرب ترى تشبير يعني كيف نغير هذا يعني وما لا علاقة لأمر المدرب هسه فكر فكر تكتيكي وينظم ويقدر المساعدين إذا هم يقومون تجربة مدرب البرتغال عليك كازا مو المدرب معروف مو طبعا كازا ودي يجي وعنده عندك وادر تساعده تجيب انت هم وذول شوفوا السلحل يعني المدرب قوي ومدرب مخضرهم ويخلوا يا مدربين شباب ممتازين حتى قل لا يكسبون الخبرة من عنده وهو يطيهم دور كبير يجوز هو يطلع بعدين يخليه وهنا يطورهم يعني فهي مهمة تحتى من ناحية المستشارية يعني مفروض انه هذول الشباب يخلون المستشار قوي الى دور يدعمه ويصلي لازم انه هاي المدربين الشباب تختار مستشار يسئله صحيح يشاهد لمباريات يشوف للعب يفيدك بخبرته وكأنه مع محاضرة مجانية تتكون عنده هو استاذ حتى والله المدربين هذول الذين يجونا هم مو أفضل من المدرب المحلي لكن هاي المودة صارت طبعا لا تقولوا انهيش يعني مو دب يعني خلص المدرب المحلي أصبح مع احترام اللي كل مدربين المحلي منبوث صحيح منبوث هناك جهات يعني هي ضعقتها ودى تأذيها للمدرب المحلي تمام رسالتك الما نتوجهها استاذ الحسن بالحقيقة رسالتي الى اللجنة الأولمبية العراقية انه تسرع بتشكيل مركز التسوية والتحكيم لان حاليا احنا محتاجي جدا المركز في ظل هذه القوانين القديمة الهرمة فقط المركز من التسوية والتحكيم هو اللي راح على هذه الخلافات تمام نادي الاسكان ماشي بالهيئة الادارية الجديدة اكيد اكيد خلاص امر اداري صدر وبدعم من وزارة الاسكان اكيد طبعا دعم من الوزير شخصيا دعم من الوزير شخصيا في سبيل حل الاشكالات اللي كانت سابقا موجودة وموقف اللجنة الأولمبية جيد معكم بتشكيل هيئة معقتة جيد مع النادي جيد مع النادي في سبيل حل اشكالات النادي السابقة تمام انا جدا اشكرك وشكرا لدواجدك شكرا لدواجدك دكتور رسالتك للاندي رسالتك لتسفاد سرا والله نصائح ارادة كثيرة انا احتاجك دائما بس انا اقول لك يعني احنا مفروض انه يعني فعلا نتحول الى الاحترافية ترى ما احد يطوض مع التحول لاسهم الاحترافية الانية تجلب لك الناس الجيدة تجلب لك اللاعبين الجيدين الاموال الاستثمار بصورة صحيحة يعني مو عشوائية يعني ما نجيب احنا ناس بس مجرد هو يستفاد شوف دول القليج من يجي من يجي بعضاء هاي ادارية لا شايفين سفروا كل شي ما يحتاجون الفلوسهم هم يدعمون وطنيا يتحركون ويسندون النادي لكن كثيرا يجون من مصلحة ان يحصل الفلوس ويكسب هذا فاعتمنا انه يفعلون هذا يعني يتحولون الى دور المحترفين حتى لو تدريجيا او نجرب على بعض الاندية وتدريجيا يكون واتفاق مع الدولة انه يومي مثلا يضيفون اثنين الى ان يكمل الفريق هنا انا جدا اشكرك واشكرك لتلبية الدعوة شكرا لك بكتور كاظم شكرا لك ساد حسن ولتلبية الدعوة طبعا دائما نعرف بصراحة يعني احنا مو قانونيين ولا لكن هو القانون والقرار بدل لجنة الولمبية فاليوم من اللجنة الولمبية تعمل عمل جيد اكيد احنا نثني عليها وعملها باتجاه نادي الاسكان وغيرها من الاندية بتشكيل هيئة مؤقتة ويصير عندها قرار وعرفت من الصح ومن الخطأ اكيد احنا منواجبنا نشيد بيها فنتمنى انه من اللجنة الولمبية تسير بهذا الاتجاه وتوافق وتصادق على هاي التصرفات او هاي الانتخابات اللي رح تجري مثل اليوم نادي الاسكان مخليته هايئة مؤقتة ممكن يروح ممثل عنكم تكون انتخابات تصادقون عليها حتى خلاص بعد اللغة هذة والناس الكاذبة والناس اللي بصراحة اكو ناس متلونة اكو ناس اه ما تعرف شنو اللي تريده اكو ناس ما عدها نجاز لكن تريد تسعد على اكتاف الغير فكثير من هاي الامور الكابتن المحترم رعد حمودي ممكن ما واصلت له او اخوة بال اللجنة الاولمبية ما يعرفون هاي الامور لكن من بدأوا يعرفوها لا اكيد الوضع تغير ونتمنى التوفيق للجميع هذا انا نبيل طارق في الاعداد والتقريم نلتقيكم يوم غد في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة